اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة من برامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل ايام وبالتحديد يوم 15-22 نوفمبر 2021 تكون قد مرت 1259 سنة على تأسيس مدينة بغداد هذه المدينة التي اسسها الخليفة العباسي عام ابو جعفر المنصور عام 762-145 هجرية وعرفت بالمدينة المدورة بغداد السلام هذه المدينة التي اصبحت عاصمة الخلافة الاسلامية عاصمة الدولة الاسلامية الدولة العباسية وكانت منارة الدنيا كانت مقصد كل الناس كل العيون تطلع اليها كانت تعتبر عاصمة العلم والنور والأدب والشعر والثقافة والحكم والعدالة كانت تشع بأنوارها بعلومها بعلماءها بأدباءها بفكرها بقادتها على الدنيا كلها وتطورت بغداد وشهدت عصور كثيرة وجاء المغول في سنة 656 هجرية 1258 ميلادية واحتلوها ودمروها وعادت مرة أخرى للحياة وفي عصرنا الحديث في بداية القرن العشرين احتلوها الإنجليز يعني عام 1914 دخلوا إلى العراق عام 1917 احتلوا بغداد هذه العاصمة الجميلة الرائعة واستمر هذا الوضع لغاية احتلال بغداد مرة أخرى عام 2003 من قبل الجيش الأمريكي قبل أمريكا وبريطانيا ومن يعاونهم ومعهم طبعا إيران واستمرت نحو 11 سنة يعني ما يقرب من 11 سنة في ظل احتلالين الأمريكي والإيراني وبغداد يجتموا على صدرها ولا أهلها هذا الكابوس الكبير مثل ما يجتم على صدر العراق وأهل العراق منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم يجتموا عليهم يجتم على صدرهم هذا الكابوس هذه الكارثة الكبيرة الحقيقة بغداد اليوم التي يحتفى بها ويحتفل بها مع الأسف الشديد هي أسوأ مدينة في الدنيا مع الأسف يعني بالتصنيفات العالمية هي أسوأ مدينة للعيش في العالم لأكثر من مرة تحت هذه المرتبة مع الأسف الشديد بغداد يعني شوهت معالمها الحضارية بشكل متعمد قسمت أطرافها مزقت بغداد ما عادت بغداد بغداد لا تشكل حجراً ونهراً نهر الدجلة الذي يمر بها فقط وجسوره بغداد هي البشر هي الألفة هي القدرة على النهوض هي التألق بغداد لها وقع كبير في نفوس الدنيا كلها بغداد الكتابة والتعليف والعلم والتراث وكل ذلك والجامعات والدراسة وأهلها هذه بغداد دمرت بشكل كبير جداً واستقصز في تدميرها الحقيقة مزقوها ديمغرافياً ميليشيات عبثت بها مزقت أهلها فرقتهم مزقت مجتمعهم العشوائيات يعني تتوزع في المدينة ما يقرب من 20% من مساحة المدينة هي من العشوائيات عشوائيات أحياء عشوائية كثيرة مع الأسف الشديد أكبر مدينة بعدد السكان يعني مقارنة بباقي المدن العراقية نفوس العراق مثل ما يقولون 40 مليون فقط في بغداد أكثر من 10 ملايين نسمة أكثر عدد من السيارات مدينة مدمرة الحقيقة لم يتم الاعتناء بكل رموزها الحضارية بكل طراث حقيقة يعني كانت تذكر دائماً لا تذكر بغداد إلا ويذكر الرشيد معها هذا عصر الرشيد عصر هارون الرشيد عصر التألق الذي عاشته عاصمة الخلافة الإسلامية الآن لا أحد يستطيع أن يذكر الرشيد لأن القوى الطائفية التي تحكم العراق لا تريد اسم الرشيد لذلك فجروا تمثاله لذلك تركوا شارع الرشيد مهمة لأننا نريد أن تغيير اسمه تخاف أن تدخل إليه مشكلة كبيرة تسكن الأزبال والنفايات دمروا بغداد بشكل غريب عجيب يعني غيبوا هويتها العربية والإسلامية بطريقة مقصودة ومؤذية وسائل النقل فيها وعيفة ومتخلفة وقديمة إهمال المعالم التاريخي مثل ما قلنا والحضارية والتراثية في بغداد ضعف الخدمات عدم وجود أماكن خضراء طبعا المدينة حويلت إلى إلى مجرد شوارع ومجرد أبنية خربة وهكذا لا يعرف الآن عندما يقال أسوأ مدينة للعيش واقع حال الآن المدينة التي أكثر فيها أكثر المدن تضخما وأكثر الأسعار السكن فيها من أعلى العيش فيها يعني مستوى العيش فيها أو الغلاء فيها من أعلى مدن الدنيا الحقيقة هناك أياد كبيرة تعمل لطمس معالم بغداد لتحويلها إلى مدينة كئيبة مدينة لا تساوي شيئا وهي تساوي كل شيء بغداد يعني كل الناس تتغنى فيها إلا هؤلاء الذين يحكمون العراق يريدون لها أن تندثر الحقيقة يريدونها فقط في أماكن هم يسكنونها فقط لا تسمى بغداد ولو استطاعوا أن يغيروا اسمها لغيروا اسمها وربما في أدهانهم لتغيروا اسمها مع الأسف الشديد هذه المدينة التي يعني مرت عليها مرة عليها 1259 سنة يعني شهدت فيها التألق وشهدت فيها حروب وشهدت فيها الكسارات لكن كانت دائما تستطيع أن تنهض من تحت الرماد من تحت الأنقاض لتقف على أقدامها وتزهو بعلمها وتزهو بتراثها وتعتز بتاريخها وتعيد نفسها مرة أخرى لكن مع مرور الوقت الآن ما عادت بغداد تلك المدينة الجميلة الرائعة التي أهلها ينظرون إليها فيجدون فيها الراحة والطمأنينة والأمان ما عادت تلك المدينة مع الأسف الشديد والاحتفال بها احتفال ربما الاستغكار الماضي فقط أما في الحاضر فلا شيء الحاضر يدعو إلى الأسى والتأسي والمرارة الحقيقة الحديث عن بغداد الآن حديث ممزوج بالمرارة لأنهم حولوها إلى مدينة كئيبة حولوها إلى مقبرة كبيرة الحقيقة مع الأسف الشديد يعني لبغداد كل التحية ولأهل بغداد كل التحية نتمنى أن تعود بغداد إلى سابق عهدها واستعود بالتأكيد لا يمكن لبغداد التي شهدت الكثير من صنوف العذاب وصنوف الغزوات لكنها استطاعت أن تنهف مرة بعد أخرى لتثبت أنها مدينة عصية على الاحتلال وعصية على الموت تحية لبغداد في يومها والثمنى لها أن تعود بأسرع ما يمكن لكي تكون تلك الأم التي تحتضن كل العراقيين وتكون منارة للعلم والثقافة والحضارة تحياتي أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم